الصحف العالمية تتغنى بمنتخب الجزائر بعد الفوز ببطولة أمم أفريقيا أهلا بكم معكم محمود حجازي قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشير ولا أول مرة بتشوفونا تعملوش تراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة الحقيقة أن بعد فوز الجزائر على السنغال والتتوج ببطولة أمم أفريقيا صور منتخب الجزائر متصدرة جميع أغلفة الصحف العالمية تعالوا بينا نشوف الصحف العالمية قالت هي عن منتخب الجزائر صحيفة آس الأسبانية الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا بعد غياب 29 عاما صحيفة موندو دوبرتيفو الأسبانية الجزائر تمنع ماني من حصد لقب أمم أفريقيا صحيفة زاسان هدف بنجاح يمنح الجزائر كأس أفريقيا وساد يوماني يهرب من العقوبة في لقطة الاعتداء على فيجولي صحيفة ماركا الأسبانية الجزائر تهزم السنغال وتحصد لقب أفريقيا بعد غياب 29 عاما صحيفة سبورت الأسبانية الجزائر تتسيد أفريقيا صحيفة مورر الإنجليزية الجزائر في الكمة محرز نجم السيتي يقود الجزائر للنجاح القري بعد غياب 29 عاما ويؤجل حلم التتوج لماني صحيفة الكبل فرنسية الجزائر تفوز على السنغال وتحرز اللقب للمرة التانية في التاريخ مجلة فرنسي فوتبول الفرنسية الجزائر تعود لقمة أفريقيا دي كانت عنوين وأغلفة الصحف العالمية بعد فوز الجزائر ببطولة أمم أفريقيا طبعا مليون مبروك للجزائر ومليون مبروك لكل من شجع الجزائر ومليون مبروك لكل من فرح للجزائر وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير ولا أول مرة بتشوفونا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة سلام